نرجع للموضوع الدعم الاجتماعي المباشر حال الناس اللي كانوا يخذوا الدعم اخترروا له ويختار اخترات ثانية مثلا ومن بعد القوارس هم مقشي دي لهم طلع وما جاهم الدعم دي لهم مرفوض او الناس اللي كان عندهم كي يستفدوا من امو التضامن كان لهم مقشيرها بتاعها تسعود فاصلة 32 وكانوا يستفدوا من امو التضامن ومن بعد قرروا لهم ما بقاش عندك امو التضامن امو التضامن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر الدعم الاجتماعي المباشر اللي كانت يستفد وما قرروا بقاش كي يستفد رها كتكون شي حاجة تغيرت في الوضعية دي لهم هاد الموضوع هدا رها كي تتعاملوا فيه مع مكينة يعني مع آلة مع جهاز الكتروني رمشي مع بنادم رمشي بنادم واحد الموضف في الإدارة في وزارة الداخلية ولي في صندوق الوضعي تتعاملوا في الاجتماعي كي يكون تجاوب مثلا ادرس الميلة في ذلك وتيعارجوا وتيقلك نقبل او لا نرفض لا رها آلة وهاديك الآلة مزودينها بواحد المجموعة دي للمعلومات ودير المعايير ودير الشروط ودير الحدود مجرد ما كتتقاش شي حاجة المؤشية دير كي يتغير أوتوماتيكيا فمجرد ما كيسيق الخبار بأنها عندك شي شي حاجة مسجلة في مصلحات سجل السيارات درجانانية أم سيارة كيفما كانت حالة هديك السيارة كي اعتبرو انت عندك السيارة وانت بعيد عنها شاشة وكي ترتفع المؤشر ديالك السيارة كتكون تبعتها مش حال هدي ولكن السيد اللي شراء منك مدخلهاش محولش الملكية في البطاقة الرمضية ديالو السميتو وبقات في السميت كنت اي وانت كتقول لنا السيارة ادير باع سنين باش بعتها ومن تمونا اللور اللور ما عندي تحاجة ما عندي تحاجة ايضا ايضا سجل السيارات السجل ديال الادارة الدرائب الشركات ديال التأمين البنوك ديالك البنوك ديالك كان عندك شي حساب في شي بانك عقود التأمين سواء على سيارات او على ممتلكات او على منزل او شي نهار دتي واحد عقد بسميتك ولو ماشي انت اللي درتيه انت لست بالمكتتب ولكن انت مستفيد تطلعت هوا سميتو انخيرات في الهواتف النقالة او الهواتف ثابتة عندك عقد انت تقول لنا ذاك العقد ماشي حوالي بيستري للك تليفون اعطلع لهم ذاك المعلومة اذن هاد المعلومات هذي كلها منليك توصل لها ذاك الجهاز الالي بالنسبة له تغييرات الوضعية ديالك ونقي تأثر مؤشر ديالك بهذا المعلومات هذي اذن هذي من ناحية الاولى من ناحية الثانية انا تسبلي بانها الدولة جاهد شي هذا اكثر من ذاك الشي اللي كانت تتوقع ورجعت الدابة يعني رجعت شوية تتحرص وكتدق وكتزيد تزير باش ماشي ذاك الشي اللي كنا ندرنا في الولولي نزيده نقصه احتمال هذي شي هذا الامكانيه الثانية هذا احتمال المؤسف هذي الحالتين بجوج وهو ما عندكش معام تتكلم ما عندكش علامتش كي بغيت تدير شكاية بغيت تعيت في تليفون عيت في تليفون الارقام اللي كانين في السجل الشي معي الموحد ديالين واحد الارقام راه الاشارات ديال المواطنين اللي عندو شي مشكل يتصل ديالين واحد الشرجم يعني فاندة فا شوبك نافيدة نافيدة مثلا فاندة نافيدة كي تدير شكاية ديالك داخل هذ البوابة لا حياته لمن تنادي تعيت في تليفون عشرة عشرين بتاتين مرة ما كانش اللي يجاوبك ممكن استثنائيا يجاوبك لكن ما كانش يجاوب واجربوا واردوا عليها وقولوا لي هاتش اللي تنقرها ماشي هو هذاك وحتى المسؤولين لك تسمعونا اعيتوا واجربوا انتم ابرازكم وغادي تشوفوا واش غادي يجاوبكم شي واحد طلبات نفسي ما كانش الاجابة اذنو كذبقا كتعين هوا ما غيجاوبوني هوا ما غادي انا ما كانش اللي غادي يجاوبك فلهذا قدي ناخدوها من نهاية ديالها ووقول لكم نادي القفطو على راسكم نادي جمعوش تشمرو نادي خدمو على راسكم راه ما غادي ياخدد دعم هو اللي يخزكون مقتع ما عندوش الريحة الريحة اي حاجة عندها علاقات شهده ارغاد يسأتر فيك وما تقاش انت كتعين هاد شي هذا وكتتتصغف وكتطلع وتهبط بالمؤشير طلع المؤشير هبط المؤشير طلع قالوا لغيثهم بتحديد النود الخدمة على رأسك هذا هو اي حالي نقول لك النود تشوف كيفاش تشتغل تقلب على الخدمة يعني مات تفشوش مات تنفخوش على الخدمة اللي لقيتها خدمتي يسهل الله على حسن من هذه اللي لقيتها وقعد سير لها ولكن باش تبقى قلت ما كتطلت لش حاجة وكتعين الدعم نهار تاخد الدعم تأمين صحي اذا اخذت 500 درهم ومشيت خلص عليها 40000 فريان من الدعم هذيك الوقتة اخذ لك 50 درهم اللي جابت لك الدعم تأمين ياخذ لك 200 درهم ومشيت 150 درهم ومشيت تدير بها اذا سيتحرق رأسك هاتشي كله هتصدع كله فالتالي باش تبقى لك 100 درهم ومشي هذا هو اللي غاد يهز المواطنين ويخرجهم لها شاشة ولو حتى يساعدوا انا في الوقت انتظر لي فعلا 500 درهم كنت اقول انا غيت 300 درهم كانت مستقرة وقارة رهم زيانة لكن مع هد العيشة ومع هد الثامن اللي وصلنا له هد تسعيرا اللي وصلنا له في جموة الحمرج على 120 درهم الحمد النغنمي 120 درهم ماكلا معاه لا حولي دي البرازيل ولا حولي دي الاسبانيا ولا حولي دي الهولندا ولا مكلة تحجم عاد مازال التامان هو هدك وان التدخلات انتم ما كنتشوفوا عقيمة بدون يجدوا يعني هما يدروا اخطاء في التدبير ومكلا ندرج على حكومات اليوم حكومات سابقة كل شي دار اخطاء على حساب المستوى وعلى حساب دي الانتاج ونحن قلتين تنخلصوا كانت سحبنا تدخم بسبب الحروب الدولية وبسبب قيلة الانتاج على المستوى الدولي وكثرة طلاب فتبين من الناس مسؤولين في المندومية السامية التخطيت بانه هاد تدخم سببه داخلي اساسا داخلي وهي سوء الانتاج او ضعف الانتاج طلب موجود الانتاج غير موجود فالثمن طلع ان هما يسيئوا التدبير ونحن نخلص ثمن نسيئوا التدبير في المسائل اللي كتعلق بالفلاحة ومنتوجات دينا تلع في الاتمينة يسوء التدبير في البقر دينا ما نلقاوش الحولي ما نلقاوش البقري نجيبوهم على بره ونفس الوضعية كتبقى والفلوس خارجهم عند دول الدعم ونفس الوضعية ونلقاوش 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 من دول أجنبية وأين هو الإيجابي؟ فيما تقولين؟ قلت بأن تتعاملية نفس ثمن غير يبقى ولا تغير عملوا وستوردوا علاش باش نبطوا ثمن ثمن بقى هو هذا باش نفس الناس ونحن نفس الشيء وشكالي سيستفد انه نخرج ه المواطنة اللي يخرج الدرائب ندعموا بها الفلاحي الكبار يجيبوا الوضع يدروا رقم معاملات يدروا الاربح في جيبهم والوضعية يتبقى عندنا نفسها يعني نديروا أخطاء في التدبير نديروا أخطاء في التقييم نديروا سوء تقييم نديروا سوء تدبير ونديروا تبديل ويجي المواطن في آخر المطاف واللي تخلص إذن كان أمنوا بشي حويج أو تتكلموا عليهم تتكلموا بصدق منك تكلمنا على الدعم من نهار الأول إلى عقلتونك نظر على الدعم تقول لكم ما تشيدي الدعم إلى أصدق راحنا فين ما يتقدم عنا تشي حد إلى أصدق إلا تم تنزيل دلو بطريقة سليمة تأمين الصحي والتغطية الاجتماعية يعني تعميم تأمين أرى ما يقدنا حد إلا وصلنا له لكن أين هو تنزيل مؤسف جدا أن نكون ناس كيدبروا بالطريقة اللي كيشوفوها هما مناسبة وهي غير مناسبة بالنسبة لنا وفي آخر المطاف المواطن اللي تأدي ثمن ولا شيئة